بدأت بورصة مسخة اليوم الربع الأخيرة من هذا العام حيث أنهت البورصة ثلاثة أرباع العام 2022 وتشير التقارير إلى أنها ثاني أفضل أداء من بين أسواق المال الخليجية مسجلة مكاسب 9.8% مؤشر بورصة مسخة واصل الأداء الإيجابي للأسبوع الثاني على التولي حيث افتتح جهلسات شهر أكتوبر على ارتفاع بنحو 1% وصولا إلى مستوى 4572 نقطة رافقه نشاط في قيمة التدول بلغت 3.231.000 ريال عماني لترفع بالقيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 23.220.000.000 ريال عماني اليوم هو طبعا بداية أيضا الفترة التي سيتقيم بها تقييم رفع تقييم البورصة إلى أسواق ناشئة فهذه فترة التقييم طبعا أتوقع أن نشهد فيها فترة حركة وأحجام جيدة في السوق في الأوقت القادم الأداء كان جيد بشكل عام الربع الأخير هذا الذي انتهى في سبتمبر يعتبر ربع ثالث هو أفضل أداء ربع ثالث منذ عام 2009 فيما استمر الاستثمار المحلي في تعزيز أداء بورصة مزخطة من خلال عمليات الشراء بنسبة 90% مقابل عمليات بيع بنسبة 91% هذا المؤشر بشكل جدا ممتاز هناك تحرك قوي جدا في البورصة خلال الربع قد مؤتمر دعوا فيها الشركات الأجنبية والمؤسسات الأجنبية للتعريف في البورصة وهذا سينعكس إيجابي أيضا مع رفع التصنيف الاعتماني للسلطنة يعني عملية التصنيف الاعتماني طبعا ترجع البورصة إلى مصاف البورصات القابلة للاستثمار بالتالي على المؤشرات العالمية وشهد القطاع المصرفي نشاطا واهتماما من قبل المستثمرين حيث سهم بنك مسخطة تدولات النشطة جاوزت مليونا وثلاثمائة ألف سهم ونشاط على سهم شركة الجلفار للهندسة والمقاولات بعد تداول أكثر من مليون ومئتي ألف سهم شهدت البورصة المحلية ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة نظرا لتمركز بعض المحافظة الاستثمارية في أسهم الشركات القيادية ترقبا لنتائج أربع الثالث للشركات المدرجة حيث تمركزت مشتريات المؤسسات في أسهم القطاع البنكي الذي شهد ارتفاعات جيدة مدعوما بارتفاع أسهم بين كي الضفار والوطني العماني سعود بن سعيد البعولي ما سخط